الفارق بين أوباما ورمني على الصعيد الشعبي لا يتخطى الواحد بالمئة غير أن الولايات الحاسمة صبت بمعظمها لمصلحة أوباما جوني تونيوس والتفاصيل عودة الرئيس الأمريكي بارك أوباما إلى البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة سببها فوزه بتسع من أصل عشر ولايات متأرجحة وهذه الولايات المتأرجحة تحدد عادة هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية في أمريكا الولايات باللون الأزرق فاز بها بارك أوباما الديمقراطي أما الولايات باللون الأحمر فكانت من نصيب مترومني الجمهوري أما ولاية فلوريدا وهي من أهم الولايات المتأرجحة فقد توقفت عملية فرز الأصوات فيها في أعقاب أعلان النتيجة النهائية في ظل تقارب كبير بين المرشحين بارك أوباما ومترومني وللتذكير نتائج هذه الولاية تأخرت شهرا في العام 2000 وهي حددت هوية الرئيس الأمريكي أنذاك جورج بوش الذي فاز على ألغور ولاية أوهايو فاز بها بارك أوباما هذه الولاية يعاول عليها الجمهوريون لأن تاريخيا كل رئيس جمهوري وصل إلى البيت الأبيض فاز بهذه الولاية على قاعدة طريق الجمهوريين إلى البيت الأبيض تمر بأوهايو إلى أيوة كانت من نصيب بارك أوباما الديمقراطي الذي فاز على ميترومني الجمهوري بالنسبة لأوباما هذه الولاية لها خصوصية مميزة وهي كانت أول ولاية يفوز بها في الانتخابات التمهيدية في العام 2008 ولاية ذرجينيا فاز بأصوتها بارك أوباما في العام 2008 بعد أربعة عقود من سيطرة الجمهوريين عليها وفي هذه الانتخابات أيضا استطاعت ديمقراطيون وأوباما المحافظة على هذه الولاية لمصلحتهم ننتقل إلى ويسكنسن التي حسمت فيها النتيجة لصالح أوباما بنسبة 52% مقابل 47% لميترومني عند صدور نتيجة هذه الولاية بدأت حزوز المرشح الجمهوري مترومني بالتقلص بشكل كبير ولاية كولورادو هي ولاية تقع في وسط الولايات المتحدة الأمريكية في محيط جمهوري بامتياز استطاع أوباما الفوز بها أما ولاية كارولاينا الشمالية فهي الولاية الوحيدة من بين الولايات المتأرجحة التي استطاع مترومني الفوز بها بنسبة 51% مقابل 48% لباراك أوباما انطلاقا من هذه الأرقام إذن استطاع أوباما يعود إلى الحكم حائزا على غالبية أصوات الناخبين الكبار علما أن الفارق بينه وبين رومني في الاقتراع الشعبي بلغ 600 ألف صوت فقط في بلد يقترع فيه أكثر من 100 مليون ناخب